موسيقى الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة موعد قولة جديدة لمرسلية القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وأهم المستقدات ينضم إلينا في هذه القولة مجموعة من مراسلنا سيكون معنا إن شاء الله يوسف أبو كويك من خان يونس خالد شقير من مرسيليا عبدالستار بركات من أثنى غيث مناف من كييف ودان أبو شمسية من القدس المحتلة بالإضافة إلى مجموعة أخرى سينضمون اتباعا من باقي أنحاء العالم تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال معابر غزة وإغلاقها ومنع سفر الجرحة والمرضى للعلاج أو ادخال أي مساعدات إنسانية للقطاع ويغلق الاحتلال المعابر منذ اكتياحه مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم وذلك على الرغم من التحذيرات من المنظمات الإنسانية والإغاثية والمطالبات الدولية بإعادة فتح المعابر لتجنب حدوث مجاعة بسبب انقطاع المساعدات ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والقرحة وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن نحو عشرين ألف قريح ومريض في غزة حاليا بحاجة إلى السفر للعلاق في الخارج وأكيدة عدم تمكن أي منهم من المغادرة مغادرة القطاع منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للمعابر إذن الاحتلال يطبق خناقه على معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى معابر أخرى ويغلق الخناقة على الفلسطينيين داخل القطاع ويمنع المساعدات واقع المساعدات المتوقفة عند معبر رفح من الجانب المصري مع مراسلنا عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية عبد المنعم أهلا بك معنا إذن إغلاق الاحتلال لهذه المعابر مستمر ضعنا في التفاصيل لديك واقع المساعدات المتوقفة عند معبر رفح من الجانب المصري أهلا راضي بالفعل لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزداد أو تزيد من الخناق على قطاع غزة المحاصر الذي يشهد حصار مطبق كما أوضحت منذ السابع من أكتوبة الآن يعني المعبر أو معبر رفح من الجانب المصري هو يعمل بكامل طاقته وأطقم عمل المعبر هي متواجدة حتى منذ أن احتلت آلة الحرب الإسرائيلية المعبر من الجانب الفلسطين ومنذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المنفذ من الجانب الفلسطيني إلا أن أطقم عمل المعبر هي متواجدة من الجانب المصري على مدار الساعة وتسعى جاهدة إلى إصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كارم أبو سالم بناء على الاتفاق المصري الأمريكي لدخول المساعدات من منفذ كارم أبو سالم بشكل مؤقت لكن منفذ كرم أبو سالم هو مغلق الآن وعند حالة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة اليوم يوم وقفة عرفات لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة نظرا إلى أن يوم السبت هو يوم عطلة رسمية في إسرائيل أو دولاب العمل الإسرائيلي فبالتالي المنافذ التي تتحكم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي مغلقة ولم تسمح بمرور دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية نشير إلى ما حدث يوم أمس وهو التعنت الإسرائيلي الواضح أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لم تسمح رغم أن المعابر كانت يوم أمس هي تعمل بكامل طاقتها في إسرائيل إلا أن إسرائيل لم تسمح سوى بمرور 19 تشاحنة فقط من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة في ظل حاجة الأشقاء إلى هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية جراء آلة الحرب وجراء الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن إذن نحن أمام تعنت واضح وعرقيل تفرضها إسرائيل على دخول هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في حال التكادس المساعدات من الجانب المصري المساعدات التي جهزتها مؤسسات المجتمع المدني المصري ومؤسسات الدولة المصرية دعماً ومساندة إلى الأشقاء أو حتى رعد المساعدات التي تأتي من خارج مصر من الدول الصديقة والشقيقة أو حتى من المنظمات الأممية إذن المساعدات متكدسة في الجانب المصري في ظل حاجة الأشقاء إلى هذه المساعدات والمسلزمات الطبية في داخل القطاع المحاصر الذي تنتهج إسرائيل ضد قطاع غزة يعني سياسة الحصار والتجويع والتضييق على المواطنين إذن نحن أمام تعنت واضح وعرقيل تفرضها إسرائيل حتى في أيام عمل المعابر يعني كنا نتحدث بالأمس عن دخول 19 شاحنة فقط ويوم الأربعاء الماضي لم تدخل أي شاحنات أيضاً من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة وهذا من ضمن العرقيل والتعنت الإسرائيل الواضحة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية مشهد آخر دعنا نوضحه رعد أن طائرات الاحتلال ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي سمعنا لها دوي انفجارات وتلقي نيرانها شاهدنا هذه أعمدة الدخان من هنا من أقصى نقطة في الحدود المصرية وهي منفذ رفح البري في المناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح وبتعلم رعد أن معبر رفح ويقع في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية وسمعنا دوي هذه الانفجارات من هنا من أقصى نقطة في الحدود المصرية لم تتوقف هذه الانفجارات ربما تتباعد فترات القصف بين الحين والآخر لكن القصف لم يتوقف منذ الصباح وحتى الآن سمعنا دوي هذه الانفجارات من هنا أما مشهد آخر من الجانب المصري عن المساعدات الإنسانية والإغاثية وعن حالة المعبر من الجانب المصري أتقم عمل المعبر كما أوضحنا هي تعمل ومازالت موجودة حتى منذ أن سيطرت ألة الحرب الإسرائيلية على المعبر أيضا عربات الإسعافية مازالت متواجدة في حالة أهب قصوى لعودة استقبال المصابين والجرحة من الأشقاء مرة أخرى إليك رعب إذا ما كان لديك السؤال نعم عبد المنعم أنا أشكرك على هذه الإضاحات ونرى الصورة التي كانت تأتي معك وتكدس الشاحنات بالفعل على جانبي طريق معبر رفح وما يمنعه هو الاحتلال شكرا لك عبد المنعم إبراهيم مراسل القهرة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري شكرا جزيلا لك استشهد فلسطيني إثر قصف قوين للاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية هذا وأكدت وسائل وعلام فلسطينية أن عددا من المناطق الغربية مدينة رفح الفلسطينية تتعرض لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يأتي هذا بالتزامن مع نسف جيش الاحتلال مباني سكنية جنوبية حي تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية من رفح إلى شمالي القطاع حيث استشهد تسعة عشر فلسطينيا وصيب أكثر من خمسين آخرين قرأ قصف الاحتلال منازل سكنية بحي شجاعية والتفاح في مدينة غزة هذا وتحاول فرق الإنقاذ وأهالي غزة انتشال قثمين الشهداء من أسفل الإنقاذ كما نفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا وسط المدينة الواقع المأساوي والميداني في قطاع غزة بعد مائتين وثلاثة وخمسين يوما أو اربعة وخمسين يوما ضاع العد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوسف أبوكويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس أهلا بك يوسف نسأل الله لكم السلامة يوسف في هذا اليوم المبارك يوم عرفة ضعنا في التفاصيل لديك ماذا يجري في قطاع غزة بعد أكثر من مائتين وثلاثة وخمسين يوما من العدوان نعم رعد كل عام وأنت والزملاء بألف خير في هذا اليوم حيث يقف لمونة بجبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج لا زال الفلسطينيون يلملمون جراحاتهم إلى ثمانية وعشرين شهيدا ارتفعت الحصيلة منذ ساعات الفجر الأولى مع استهداف ثلاثة منازل في حيية الشجعية والتفاح عائلات حتحت والرملاوي والإجماسي حسب المصادر الطبية الفلسطينية جرى انتشال تسعة عشر شهيدا من تحت أنقاض هذه المنازل الثلاث بينما نقل قرابة خمسين جريحا إلى مشفى الأهل المعمداني شرق مدينة غزة أعقب هذا القصف الذي نفذته المقاتلات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف منطقة سوق البسطات في حي الشجعية دون أن يسجل هذا القصف ضحايا أو إصابات أيضا في المحافظة الوسطى استهدف الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية من المحافظة وتحديدا في منطقة المغراق حيث قام سلاح الهندسة الإسرائيلي بنصف عدد من المنازل بعد زرع متفجرات بداخل هذه المباني السكنية في مشفى غزة الأوروبي أعلن قبل قليل عن وصول تسعة شهداء بعضهم استشهد متأثرا بجراحه جراء مجازر إسرائيلية اقترفها الاحتلال في وقت سابق وأخرون جرى انتشالوا جثامينهم من مناطق في مدينة رفح ومعظمهم من المناطق التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية في المدينة التي تشهد منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة قصفا عنيفا تركز في المناطق الغربية من المدينة وتحديدا منطقة مواصي رفح وحيي السعودي ومنطقة تل السلطان وهي مناطق تقول المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع آليات الاحتلال والجنود الذين توغلوا في منطقة تل السلطان بينما أشارت في الساعة الأخيرة أيضا المصادر العبرية إلى وجود ما وصفته بالحدث الأمن الخطير في منطقة غرب مدينة رفح والحديث يدور عن مقتل ثمانية من الجنود المقاومة الفلسطينية قالت أنها استهدفت آليات الاحتلال في منطقة تل السلطان بقذائف اليسين 105 وأيضا قذائف الاربي جي وهي تقول أيضا في بياناتها المقتضبة إنها أمطرت الجنود المتوغلين وتحشدات الجيش على طول محور صلاح الدين بقذائف الهاون مختلفة العيارات التي تركزت تحديدا عند منطقة تلت زعرب ومنطقة بوابة صلاح الدين حسب ما تقول المقاومة الفلسطينية أيضا لابد من الإشارة إلى أن هناك عدد من الشهداء ارتقوا بعد محاولات العودة إلى المناطق التي تراجعت منها الآليات الإسرائيلية خاصة في المنطقة الشمالية من مخيم الشابورة ومنطقة جنينة وأيضا حي السلام شرق مدينة رفح يوسف يعني هذه التطورات خصوصا بمدينة رفح حتى سمعنا قبل قليل من مراسلنا أن شرق رفح وقنوب رفح يشهد قصفا متواصلا للمدفعية وطيران الاحتلال والحديث عن غرب رفح هناك خسائر لدى الجانب الإسرائيلي كبيرة هل ما زالت الآن الاشتباكات وفق ما تسمع وفق ما ينقل إليك في غرب رفح؟ بالفعل قبل قليل كنا على مشارف مدينة رفح الغربية وكنا نستمع إلى دوي هذه الانفجارات الناجمة عن القصف المدفع العشوائي الذي يستهدف المناطق الغربية من المدينة وهو قصف تشارك فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك المدفعية المتمركزة على طول محور صلاح الدين خاصة في منطقة العزبة ومنطقة تلة زعرب والمنطقة المقابلة أيضا لما تسمى بصالة أمواج في المنطقة الغربية من المدينة إضافة إلى ذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية تقدمت بشكل ملحوظ نحو شواطئ مدينة رفح وهي الأخرى أطلقت عددا من قذائفها صوباء المناطق الغربية من المدينة إضافة إلى أن الطائرات المروحية الأباتشي تحلق على ارتفاعات منخفضة وما بين فينة وأخرى تطلق النار بشكل مباشر نحو المناطق الغربية من المدينة هذه المعطيات جميعها تؤكد أن هناك مقاومة ما بين جنود الاحتلال والفصائل الفلسطينية التي تقول أنها تخوض اشتباكات مع آليات الاحتلال التي توغلت بالخصوص في منطقة تلة السلطان هي منطقة تشهد تصعيدا خطيرا منذ فجر هذا اليوم وربما هو القصف الأعنف الذي شهدته مدينة رفح وتحديدا مناطقها الغربية وعلى حيي السعودي واحد والسعودي اثنين ومنطقة تلة السلطان ومنطقة تلة زعرب هو القصف الأعنف الذي شهدته المدينة منذ بدء العملية البرية وقد تركز طيلة ساعات فجر اليوم حتى هذه اللحظة في المناطق الغربية من مدينة رفح يوسف أبو كويك مراسل القارة الإخبارية من خان يونس أسأل الله لكم السلامة وأن يمر هذا العيد أمنا سالما عليكم وعلى من تحبون شكرا جزيلا لك يوسف من خان يونس لهذه التفاصيل عما يحدث في قطاع غزة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالية رمالة بالضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين وأفادت مصادر طبية بإصابة شخصين في المخيم أحدهما أو إحدهما بالرصاص الحي في الرأس والأخرى بشضايا في البطن والساقة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا في المخيم واعتقلت آخر في حي المصايف في مدينة رمالة في جنين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في عدة قرى بالمحافظة وأفادت مصادر إعلامية باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقنود الاحتلال في بلدتي كفردان وبرقين وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغاز السام على عدد من الفلسطينيين في قرية رمانة غربية جنين ما أدى إلى إصابة بعضهم بالاختناق فضلا عن اطلاق الرصاص على أحد المساجد بالقرية الواقع الملتهب في الضفة الغربية وفي جنين بين اعتقال وقتل ومواجهة ومقاومة تضعنا في هذا الواقع وتفاصيله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله أهلا بك ولاء إذن لو تضعنا في تفاصيل هذا اليوم ونحن في يوم عرفة كل عام وأنتم بألف خير فضلي ولاء كل عام وأنت بخير عدو جميع زملاء بخير ولكن فلسطين باتت ليست بخير إنما تغلي غليان كما الضفة كبس المحتلة كما قطاع غزة والدمار وتخريب للبنية التحتية الشهداء الاقتحامات الاعتقالات فيها كبيرة جدا بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر نتحدث عن ما يجري منذ مساء أمس ولغاية هذه اللحظات نتحدث عن اقتحام كما تحدث لمخيم الجلزون وأيضا كان هناك لمخيم الأمعري وعلى مقربة من مشارف هذا المخيم نتحدث عن إصابتين في مخيم الجلزون إحداها بأرصاص الحي والأخرى بشضايا أرصاص واعتقال المواطنين أيضا نتحدث عن المخيم الأمعري الذي شهد مواجهات واندلاع مواجهات عنه فما بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قامت قوات الاحتلال باعتقال أحد الفلسطينيين وهناك في أسفر هذا الاقتحام عن ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي والمغلب بالمطار نتحدث عن أربعة منها بحالة الخطر وأيضا كان هناك إطلاق نار على مركبة فلسطينية من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحام بحيء من الشرايط وأيضا مخيم الأمعري ننتقل إلى منطقة الشمال حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام منطقة برقين وأيضا كما نتحدث عن منطقة رمانة وغيرها من المناطق التي قام قوات الاحتلال في إطلاق وابل من الغاز المسيل للدجوم ما أسفر عن إصابات كبيرة من قبل المواطنين بالاقتنام من قبل جنود الاحتلال أيضا نتحدث عن اعتقال لسيدة فلسطينية أو حتى عفوا احتجازها في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واحتجاز المركبة وكان هناك أيضا حالة اعتقال في بلدة بيتا في مدينة النابلس أيضا بمزيد من الأخبار والاعتقالات الفلسطينية وأيضا انتهاكت المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حسان قام مجموعة من المستوطنين بإحرق سبعة دنومات مزروعة باللوزية وجارة زيتون تعود للمواطنين في بلدة حسان واحرقها بشكل كامل بحماية وغيطاء من قبل جنود الاحتلال أيضا نتحدث عن خلال الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر ولغاية هذه اللحظات نتحدث عن أكثر من تسعة آلاف فلسطيني وفلسطينية بظروف اعتقال سيئة للغاية بعض الفلسطينيين الذين أفرج عنهم قبل أيام نلاحظ أن هناك نحول بأجسادهم لأن قوات الاحتلال تقدم مجموعة سيئة من الطعام إهمال طبي كبير جدا من قبل جنود الاحتلال المصحة سجون الاحتلال للفلسطينيين وأيضا الواقع المرير الذي تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين داخل معتقالات الاحتلال من القمع والتعذيب وأيضا التشريد لبعض الفلسطينيين ومعاقبتهم بشكل كبير بالتنقلات من قبل جنود الاحتلال وأيضا سيئة الاحتلال في البوسطة وأيضا ناهية عن إدخال الكلاب الفلسية للأشبال في سجون الاحتلال إذن هذا هو الواقع في مدن الضفاء الغربية ولسيما لا يتغير المشهد كبيرا عن مدينة القدس المحتلة أو حتى في قطاع غزة في هذه الأثناء ولا السلامين مراسل تقاريخ بريمان رام الله أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الدقيقة وكان الله في عون الأهالي في الضفة الغربية الذين يشهدون اعتقالا ومحاولات للتهجير القصري كما يقول بعض المراقبين شكرا جزيلا لك ولا على هذه التفاصيل أفادت وسائل علامة إسرائيلية بمقتل ثمانية جنود قراء احتراق ناقلة جند بشكل كامل عقب سدافها في قطاع غزة كانت الفصائل الفلسطيني أشارت إلى استهداف ناقلة بواسطة قذيفة مضادة للدروع كما أكدت الفصائل الفلسطينية قنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوبية غرب مدينة غزة الواقع السياسي في تل أبيب يطلعنا أو تطلعنا عليه دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية أهلا بك دانا معنا إذن الآن عندما نتحدث عن ارتفاع وتيرة استهداف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة حديث أيضا من هيئة البت الإسرائيلية عن أن هناك حادث خطر يصيب الإسرائيليين في غزة وتحديدا غرب رفح الفلسطينية تداعيات هذه الأخبار على الشارع السياسي خصوصا أن هناك حديث أيضا جاء ربما منك بأن هناك شرطة تم تعيينها لاعتقال الأهالي المحتجزين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم نعم دانا كل عامة الخير أولا في عرفات نعم وأنت بألف خير والحديث عن مجمل التطورات الميدانية كما ذكرت هناك العديد من هذه النقاط التي وجب توضيحها حتى اللحظة فيما يتعلق في هذه الحديثة الصعبة كما توصف في قطاع غزة كلها جاءت على لسان وعلى بيانات المقاومة الفلسطينية بأن هناك استهداف ناقلة جند من نوع نمر وبأنه تم استهدافها في الصواريخ المضادة للدبابات والدروع وأنها سقطت كل من فيها ما بين قتيل وجريح أما رسميا دعنا نقول سواء القناة الثانية عشر الرابع عشر الثالثة عشر هيئة البات الرسمية كلها حتى اللحظة لم تورد أي أخبار تفيد بوقوع حادثة صعبة ولكن هناك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية غير الموثوقة كانت قد تحدثت منذ ساعات الصباح عن هذا الحدث ولربما كان الأسبوع الماضي هناك ذات المصادر الإسرائيلية التي نتحدث عنها كانت قد تحدثت عن حادثة صعبة في غزة وتم تأجيل تأكيدها من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال أو وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية ولكن فيما بعد ثبتت صحة هذه الأقوال حسب ما نقلته بيانات المقاومة الفلسطينية لذلك المصادر الإسرائيلية وهي مصدر واحد يتحدث عن مقتل ثمانية جنود إسرائيليين بين جنود وضباط كانوا في ناقلة جند في غرب رفح تحديدا وفي وقت الاستراحة ووقت النوم قامت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات فأردتهم بين قتيل وجريح في ذات الوقت كانت بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن وصول وهبوط مروحيات عسكرية تنقل جرحة إلى القدس المحتلة وإلى مشافي الداخل وهذا حدثين منفصلين نتحدث أن ناقلة الجند الذي تم تدميرها وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وجود ثمانية قتلة فيها أما وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث أن هناك عملية قنص تمت في مناطق في رفح وتم على إثرها نقل الجنود إلى المشافي الإسرائيلية ولكن حتى اللحظة نؤكد أنه لا تأكدات رسمية سواء على لسان الناطق بثمجرش الاحتلال أو حتى هذه معلومات كما ذكرنا من مصادر إعلام غير موطوقة ولربما في الساعات القليلة الماضية عندما ينتهي ويخرج هذا السبب يكون هناك نقل لهذه الأخبار هذه التداعيات وهنا أريد أن أعيدك إلى يوم أمس وحديث هيئة البث الإسرائيلية عن أن العملية في رفح ستستمر لأسبوعين آخرين بالإضافة إلى أن موضوع التفاوض ليس بالقريب بالفعل هذه رفح رعد الذي حشد الاحتلال كل قواته وألوية نتحدث في المجمل عن ثمانية ألوية كانت قد عملت في رفح خمسة منها من جنود الاحتياط تم استدعاء ألوية أخرى للعمل في هذه المنطقة لأن بن يمين نتنياهو زعم أن هناك أربعة ألوية تابعة لحركة حماس ما زالت تعمل هناك زعم أيضا بأن المحتجزين متواجدين في رفح وبأن كبار القادة في الصف الأول من فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم السنوار ربما الضيف متواجدين في رفح لذلك وجب الدخول إلى رفح حتى أنه دخل فيه سجال مع الإدارة الأمريكية ومع الدول الأوروبية لإقناعهم بضرورة الدخول إلى رفح حتى اللحظة بعد هذا الدخول العسكري وتوسيع هذا الدخول العسكري لا إنجازات عسكرية تذكر لم يتم تحرير أي محتجزين من رفح لم يتم القضاء أو الوصول إلى أحد كبار القادة كما روج الإعلام الإسرائيلي وكذلك الحال على العكس هناك إصابات وقتل وجرح وكماء تنفذ في رفح في ذات الوقت هيئة البث الرثمية قالت بأنه بعد أسبوعين ستنتهي العملية العسكرية في رفح هذا يعني بأن المستوى السياسي يجب أن يتخذ قرار إما أن يراوح مكانه في رفح وإما أن ينسح من رفح ويعلن انتهاء المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة وبهذا تنتهي العمليات العسكرية وبعدها يجب أن يتحرك في المنحنة السياسي وهو الوصول وإتمام هذه الصبقة وإما أن يجعل غزة هي دعنا نقول جبهة ثانوية والجبهة الرئيسية تتحول إلى الشمال وسط التصعيد والتداعيات بين حزب الله وإسرائيل هذه كلها مرتبط في انسحاب رسمي للجيش الإسرائيلي بعد أسبوعين من هناك ولكن لربما الإعلان من قبل فصال المقاومة اليوم عن هذا الحدث الأمني الصعب في غزة سيكونه تداعيات في الشارع الإسرائيلي وخاصة أنه يتزامن مع يوم السبب اليوم الذي يكون فيه حج أكبر للتظاهرات في تل أبيب التي تنادي في ضرورة الإفراج عن المحتجزين ووقف الحرب والوصول إلى صفقة وخاصة بعد قرار شرطة الاحتلال كما نقلته يدعوة أحرنات الإسرائيلية بتخصيص وحدة النخبة هذه الوحدة التي كانت تتعامل مع مكافحة الإرهاب اليوم الشرطة الإسرائيلية كانت قد أنزلتها إلى الشوارع الإسرائيلية سيكون له تداعيات ولربما مواجهات ما بين شرطة الاحتلال وبين المتظاهرين الليلارة دانا أبو شمسية مراسلة القهر الإخبارية من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الميدانية والسياسية وننتظر بالتأكيد تفاصيل أكثر حول مظاهرات هذا اليوم منك إذا ما قاد قديت شكرا جزيلا لك دانا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع إصابات قراء استهداف مسيرات إسرائيلية دراجة نارية في منطقة بنت جبيل جنوبية لبنان وكان قائش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قصف مبنى تابع لحزب الله في كفر كالة جنوبية لبنان كما أشار إلى استهداف منصة إطلاق الصواريخ تابعة باتجاه منطقة أبي فيم ومستودع أسلحة وبنية تحتية في جنوب لبنان هذا وعلن حزب الله استهداف مقار وحدة المراقبة القوية وإدارة العمليات القوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وإصابة وتدمير جزء من تجهيزاته وراداراته وكان حزب الله أشار إلى تنفيذ ثمان عشرة عملية عملية ضد أهداف لجيش الاحتلال عند الحدود بين البلدين خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية مؤكدا أن العمليات شملت استهداف مواقع الرمثة والمطل بالأسلحة الصاروخية ومباني يستخدمها جنود الاحتلال في بعض المستوطنات وأضاف حزب الله أنه استهدف تكنة عسكرية وانتشارين وثلاثة تجمعات لجنود جيش الاحتلال بالإضافة إلى استدافة طاقم إطلاق مسيرات وتدمير أجهزة تقسس تابعة لجيش الاحتلال مئات الصواريخ تطلق من حزب الله وهناك ردود من جيش الاحتلال على تلك الصواريخ في جنوب لبنان لكن أحمد سينجا مرسل القهرة الإخبارية يضعنا في التفاصيل الأكثر دقة لهذه الأحداث أهلا بك أحمد إذن أول من أمس كان إعلان إسرائيلي بإطلاق أكثر من مئتين أو ثلاثمائة صاروخ على بعض المناطق المحتلة في الشمال الإسرائيلي اليوم هناك تصعيد أيضا آخر ضعنا في تفاصيل اليوم هل هناك أيضا المئات من الصواريخ؟ نعم تحياتي لك في البداية رعت بالفعل من جديد من القاعدة الجوية الإسرائيلية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني تحمر مانيران صواريخ حزب الله ولكن هذه المرة هي صواريخ ثقيلة تستهدف ربما الرادارات وأيضا القواعد الجوية وقواعد الدفاع الجوي في هذه المنطقة وذلك للمرة السادسة منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني هذه المرة أيضا تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على بلدة إجوية الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي فلا زال حزب الله ينفذ العمليات ردا على هذا الاعتداء الكبير الذي استهدف أحد القادة الميدانيين لحزب الله وكانت هذه العملية ربما من العملات الكبرى التي نفذت ضد حزب الله في الجنوب اللبناني وتحديدا فيها القطاع الغربي من الجنوب اللبناني فبالتالي جاءت عملية قصف القاعدة الجوية اليوم كرد على عملية جوية وأيضا كانت هناك عملية قصف مدفعي أيضا نحو منطقة الحدب وهذه أيضا تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة عيطرون وبلدة منتجبيل وبلدة كافركلة خلال الساعات القليلة الماضية ربما التطور الوحيد في الجبل الجنوبية اللبنانية والمؤثر هو قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف دراجة نارية في الطريق الواصل بين منطقة بنتجبيل وعيطرون في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني مما أدى إلى إصابات كانت هناك أيضا إصابة في منطقة الوزاني جراء إطلاق النار وعمليات التنشيطة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة المسيرات الإسرائيلية ربما متواجدة في مناطق إقليم التفاح وعدد من المناطق الأخرى ولكنها في مهام استطلاعية ربما تبحث عن بنك أهداف للاستهداف خلال الفترة المقبلة ولكن منذ صباح اليوم وحتى الآن حزب الله نفذ عمليتين فقط معدل السواريخ أقل بكثير من أمس وأمس الأول ربما هذا الأمر ينزر أو هذا الهدوء النسبي على الجنوبية اللبنانية ينزر بالتحضير لعمليات كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة أحمد استوقفني حدثين إذا تحدثت بهم أولا قبل ذلك كل عام أنت بخير بمناسبة يوم عرفة هذا اليوم الحق الأكبر اليوم أحمد حدثين أو حديثين تحدثت بهم وهو الأول أن حزب الله استخدم صواريخ ثقيلة في هذه المرة والحدث الثاني هو استهداف الدراجة النارية هل من تفاصيل عن استهداف الدراجة النارية هل هناك حديث عن مسؤول أمني ميداني في حزب الله لهذا الاستهداف وبالنسبة للصواريخ الثقيلة هل تحدثوا عن نوعية هذه الصواريخ هل هناك من تصريحات عن استخدام صواريخ أخرى مشابهة في قابل الأيام نعم في البداية كل عام وأنت بخير ومشاهدي الطهيرة الإخبارية في كل مكان بكل خير بمناسبة عيد الأطحى فيما يتعلق بالاستهداف الدراجة بالفعل المسيارة استهدفت ربما أحد العناصر التابعين للمقاومة في الجنوب اللبناني كان على هذه الدراجة بين منطقة من تجبيل وعيطرون علما بأن المنطقتين من أكثر المناطق التي تعرضتها إلى قصر عنيف على مدار الأيام القليلة الماضية ولكن هذه العملية لم تؤدي إلا لإصابات وبالتالي لم تكن هناك وفيات جراء هذه العملية هناك أيضا الحديث عن إصابات طفيفة في استهداف هذه الدراجة وبالتالي هذا الحدث لم يحظى بالأهمية الكبرى في الجنوب اللبناني لكونه لم ينتج عنه وفيات وأيضا ربما المسيارة أخطأت في إصابة الهدف أو كانت هناك مراوغة فبالتالي لم تصب السواريخ التي أطلقت من المسيارة هدفها بشكل كامل أما فيما يتعلق باستهداف قاعدة ميرون الجوية فتم استهدافها بصواريخ ثقيلة وهو ما يعني أن حزب الله استخدم صواريخ بركان وصواريخ فلق في هذه العملية وهي الصواريخ القادرة على حمل كميات كبيرة جدا من المتفجرات لأن هذه القاعدة تم استهدافها أكثر من مرة منذ بداية التوترات ولكن يبدو أن هذه المرة ربما حزب الله رصد تجهيزات جديدة ورادارات جديدة تم تركيبها في هذه القاعدة فبالتالي استهدف هذه الرادارات واستهدف أيضا المنظومات الدفاعية في هذه القاعدة علما بأن ربما للمرة الأولى منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني يعلن جاش الاحتلال الإسرائيلي عن تمكون من إسقاط مسيارات لحزب الله في الجنوب ترت العادة منذ بداية التوترات ومنذ استخدام حزب الله لسلاح المسيرات أن المسيرات تقترق الأجواء وأيضا تستطيع التحايل على القبة الحديدية وتصيب أهدافها ولكن بالأمس كان هناك عدد من المسيرات التي استهدفتها المنظومة الجوية في إسرائيل فربما من هذا المنطلق جاءت عملة استهداف ميرون مرة أخرى صباح اليوم أحمد سنجاب مرسل قهر الإخبارية من بيروت شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الدقيقة والحديث بأسماء الصواريخ وأسماء هذه الاستهدافات شكرا لك أحمد حقيقة على هذه التفاصيل من بيروت تستضيف سويسرا على مدار يومين اليوم وغدا قمة للسلام قمة للسلام في أوكرانيا وتستهدف هذه القمة حجد دعم دولي لمقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني بولاديمير زينيسكي القمة التي تعقد في منتجع قبال الألب تركز على إنشاء إطار للسلام الدائم وخريطة طريق لمشاركة روسيا في نهاية المطاف عملية السلام فيما لن تحضر روسيا القمة تفاصيل أكثر عن هذه القمة الخاصة بالسلام في أوكرانيا من كييف مراسل القارة الإخبارية غيث مناف غيث أهلا بك معنا إذن قمة السلام تهدف إلى إنشاء منتدى كما يقول الخبر للحوار رفيع المستوى حول سبل تحقيق السلام شامل وعادل ودائم ما التفاصيل لديك حول هذه القمة وما مدى أهميتها وفق المراكبين لديك بعد التحية جميلي رعد كل عام وأنت بخير وكل المشاهدين والقناة والزملاء بألف خير بمناسبة عيدي العضحة المبارك نعود مجددا للغرض من هذا المؤتمر حسب وصف المراكبين هنا في الداخل الأوكراني المؤتمر سوف يوفر توفير منصة للحوار وتحقيق السلام العادل والذي تحاول أوكراني إيصاله ضمن القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى ذلك هو المساهمة لفهم مشاكل للهيكل المحتمل لتحقيق هذا الهدف وأيضا هو خارطة طريق بشكل مشترك حول كيفية إشراك الجانبين الروسي والأوكراني بالإضافة إلى ذلك سوف يناقشون في المؤتمر الصيغة السلام الذي وضعها الرئيس فلاديمير رازليسكي والمتكون من عشرة نقاط ولكن القمة سوف تركز على ثلاثة نقاط أساسية وهي الأمن الغذائي وحرية الملاحة القضايا الإنسانية تبادل الأسرى غير المشروط بالإضافة إلى ذلك عودة الأطفال الأوكرانيين المرحلين قصرا إلى الداخل الروسي وهذا الشيء سوف يتم بحضور أكثر من مئة دولة سوف يكون هناك مشاركة عربية واضحة على رأسهم المملكة العربية السعودية والمتمثلة بوزير خارجيتها وأيضا جمهورية العراق متمثلة بوزير خارجيتها والنائب عن رئيس الوزراء العراقي بالإضافة إلى المملكة المغربية ودول عدة عربية سوف تشارك بهذه القمة إذن هي قمة يحاول من خلالها فلاديمير زلينسكي رئيس أوكرانيا إثبات أحقية أوكرانيا بالسلم المجتمعي واستعادة أرضه من الجانب الروسي الذي قام باستفتاء داخل الأراضي الأوكرانية وضم أربعة مقاطعات بطريقة وصفت هناك وهنا تساؤل عن أهمية هذا المؤتمر توقيت هذا المؤتمر وفق المراقبين لديك كيف يقرؤون هذا التوقيت ما هو المرجو منه خصوصاً وأن روسيا غير آبها بهذا المؤتمر وغير موجودة في هذا المؤتمر ومرة أخرى كل عام تبخير عايت بالسأل هنا المراقبين ربما لديهم منطق آخر ليس كما هو في الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو من سوف يخضر هذه القمة هنا يعول الجانب الأوكرانية على استعادة أرضه على إيقاف أمد الصواريخ الروسية التي تطالب البناء التغطية المدنية هنا يحاول أن يكون هنا حسن الجوار ما بين روسيا وأوكرانيا بعد انسحاب روسي من كل الأراضي الأوكرانية ولكن الجانب الروسي أيضاً لديه مواقف وأيضاً لديه شروطاً لعملية الانسحاب ووقف إطلاق النار التي لا ترغب بها أوكرانيا كونها تقول بأن من قام بهذه الحرب هو الجانب الروسي من بدأ بتسليح المرتزقة الخارجين على القانون وهي تتحدث عن الموالين لروسيا في دينيسك ولوهانسك في عام 2014 وأيضاً لما جرى في شبه جزيرة القرم بالإضافة إلى ذلك الحرب الشاملة الذي وصفها الجانب الأوكراني والذي يتحدث والجانب الروسي ما زال بأنها حرب عملية عسكرية بقوام عدد مقاتلين 700 ألف مقاتل والجانب الأوكراني يقول بأنها هذه حرب شاملة وهو مستعد للدفاع عن أرضه إن لم تنجح هذه القمة وإن لم تصل ولم تتمارها بجلوس مشترك ما بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريط نعم غيث مناف مراسل القانون الإخبارية شكراً جزيلاً لك على هذه التفاصيل حول القمة الخاصة بالسلام في أوكرانيا بالتأكيد سنعود إليك إذا ما قد قديد وعيد مبارك عليكم إن شاء الله شكراً لك وصفت روسيا فكرة عقد قمة لم تتم دعوتها إليها بأنها عديمة القدوى وإذ تصور موسكو عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أنها جزء من صراع أوسع مع الغرب فيما يتهم الغرب أوكرانيا وأوكرانيا عفوا روسيا بشن حرب للغزو غير قانونية وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستوقف إطلاق النار وتدخل محادثات السلام إذا تخلت كييف عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلس النيتو وسحبت قواتها من أربع مناطق أوكرانية تطالب بها موسكو لكن كييف قالت مراراً إن وحدة أراضيها غير قابلة للتفاوض ينضم إلينا حسين مشيك مرسل قهر الأخبارية من موسكو للوقوف على الموقف الروسي الخاص بموضوع السلام في أوكرانيا أهلاً بك إحسين معنا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك إحسين روسيا لم تدعى إلى هذا المؤتمر وأيضاً أعربت عن أن هذا المؤتمر غير يعني ليس ذو جدوى بسبب عدم وجودها واختلاف الرؤى ضعنا في وقهة النظر الروسية حول السلام في أوكرانيا كيف يمكن أن يكون؟ نعم رعد كل عام وأنت بخير مؤتمر سويسرا هو اللعب في الوقت الضائع هكذا يتم وصفه من قبل الخبراء الروس فهذا المؤتمر لن يفضي إلى أي شيء أو إلى أي تقدم في حل الأدمى الروسية الأوكرانية بل على العكس هذا المؤتمر سيزيد منحدة التوتر بين روسيا وبين الغرب الرئيس بلاجمين كوتين يوم أمس قدم مقترحاً اعتبرته موسكو على أنه المقترح الأخير للمفاوضات بخصوص الأدمى الروسية الأوكرانية وفي حال لم تستقبل كييف والدول الغربية هذا المقترح فإن المقترح الثاني سيكون مقترحاً للإستسام الرئيس بوتين يوم أمس وضع الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الأوكراني على رأسه الرئيس بلاجمين كريسكي أمام خيارين إما القبول بالمفاوضات التي تريدها موسكو ومراعاة الهواجس الأمنية الروسية وإما فهناك تقضم روسي سيكون على مختلف الأراضي الأوكرانية وهذا التقضم موسكو لن تعود وتستقلب فيه المفاوضات مع الجانب الأوكراني يوم أمس كان واضحاً الجانب الروسي عن أنه في الوقت الحالي يريد المفاوضات يريد تحقيق الأهداف التي أعلن عنها بوتين في بداية العملية العسكرية عبر الوسائل الدبلوماسية وعبر الحوار وعلى رغم من أنه مقتنع تماماً بأن كييف ستتركض هذا المقترح وأن الولايات المتحدة ستتركض هذا المقترح نظراً إلى أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى إمكانية حدوث مثل هذه المفاوضات إلا أن روسيا كانت يوم أمس تريد أن تؤكد الداخل على أنها تتمسح بالحوار ومبدأ المفاوضات لكن الغرب هم من يرفضون ذلك وأي عملية عسكرية واتعة الرطاق للقوات الروسية في أوكرانيا هي تبرير لما أعلنه بوتين عن مقترح يوم أمس للمفاوضات ولحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الدبلوماسية المكان الذي أطلق منه بوتين هذا الاقتراح هو الخارجية الروسية أي أراد أن يمسك هذا الاقتراح بمبدأ الدبلوماسية وبمبدأ السياسة الخارجية الروسية وبالرغم من أنه مقترح تماماً وهذا ما أعلنه أليك رملين بعد ساعات قليلة من مقترح بوتين عندما تحدث ديميتر بيسكومب الناطق باسم أليك رملين عن أن بلاده كانت تعلم وأيضاً الموقف الأمريكي والغربي يمكن التنبؤ به رداً على مقترح بوتين لأن الروسية تعلم جيداً في الوقت الحالي هو وقت للصراع وأيضاً وقت لتسعيد المواقف بين الأطراف وأنه ليس وقت للمفاوضات وللجلوس على الطاولة أمام روسيا لازالت المزيد من الخيارات في الأراضي الأوكرانية الخيار الأول وهو بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية لا تشكف الخطر ولو برفة قليلة على الأمن الروسي وهذا أيضاً ما أشار إليه بوتين خلال لقائه الأفراد من العملية العسكرية يوم أمس عندما تحققهم عن إمكانية توسيع المنصف العازلة داخل أوكرانيا نعم حسين مشيك هي ذات المحددات الروسية التي طرحها الرئيس الروسي منذ بداية العملية العسكرية يعيد طرحها مرة أخرى ولكن بشكل دبلوماسي من جديد مرة أخرى على كل حال شكراً جزيلاً لك حسين مشيك منص القهر الإخبارية من موسكو على هذه التفاصيل حول الموقف الروسي والعملية العسكرية في أوكرانيا شكراً لك ينظم عدد من الفيدراليات العملية والطلابية والأحزاب اليسارية اليوم السبت في فرنسا مظاهرات احتجاجية حاشدة يأتي ذلك بناء على دعوة خمسة اتحادات نقابية والعديد من الجمعيات في مختلف إنحاء فرنسا وحسب المصادر من الاستخبارات الداخلية من المتوقع أن تضم المظاهرات ما بين خمسين ألفاً إلى مائة ألف فرنسي احتجاجاً على سياسة حزب التجمع الوطني واليمين المتطرف بعد الفوز في الانتخابات الأوروبية وفي باريس ستنطلق الاحتجاجات من ساحة الجمهورية باتجاه الأمة عبر الباستيل عودة لقو المظاهرات والاحتجاجات في فرنسا ولكن من مظاهرات مطالبة بأجور وما إلى ذلك إلى مظاهرات أخرى تعنا اليمين المتطرف من مرسيليا خالد شقير مراسل القهر الإخبارية يضعنا في تفاصيل هذه المظاهرات فرنسا لا تهدأ خالد كل عام وأنت بخير أولا بمناسبة قدوم حيد الأضحى لا تهدأ فرنسا بموضوع المظاهرات من مظاهرات إلى أخرى ضعنا في التفاصيل لماذا المظاهرات اليوم وما الذي قام به اليمين حتى هناك دعوات طلابية ونقابية للقيام بمهذه المظاهرات نعم خالد نعم راد وأنت بألف خير والعالم كله بألف خير الحقيقة فرنسا بالفعل لا تهدأ وانتقلت هذه الأجواء الساخنة من البرلمان الفرنسي إلى الأحزاب الفرنسية بعد أن أعلن رئيس الفرنسي قراره بحل البرلمان الأحزاب اليسارية ترتب البيت وأيضا الأحزاب اليمينية أيضا استعدادا لهذه الانتخابات وجرت العادة أن التشهد يعني ساحة الجمهورية وعدد من الميادين الكثير من الاعتراضات والتظاهرات طارئا عن قانون العمل وطارئا أخرى عن قانون التقاعد في هذه المرة ووسط انتقادات من حزب التجمع الوطني هذه التظاهرة يضد اليمين المتطرب أو أقصى اليمين ولهذا هذه الانتقادات جاءت كيف يمكن لفئة من الشعب وبصفة خاصة من أحزاب اليسار أن تكون أو تقوم بهذه الإضرابات وبالرغم من أن الانتخابات هي التي أعطت أو التصويت هو الذي أعطى الأغلبية لهذا الحزب أو ذاك عدد من الجمعيات وعدد الجمعيات الخطوطية وعدد من الأحزاب اليسارية وأيضا الفيدراليات العمالية حيث ستنتشر أو انتشرت من الصباح هذا اليوم في بعض المدن وفي حوالي أكثر من 200 تظاهرة تمت سماح بها فيكون هناك أكثر من 350 ألف متظاهر من بينهم ما بين 50 ألف و100 ألف في العاصمة الفرنسية وحدها الاستخبارات الفرنسية أكدت على أنها رصدت الكثير من ما تسميهم المتطرفين في جانب الحزاب اليسارية حوالي 5500 شاب أو شابة تستعد للاشتباك مع أيضا حوالي 2700 من العناصر اليمينية المتطرف ولهذا كان هناك رسالة من وزير الداخلية جيرال درمنا إلى جميع المحافظين المتجرين في جميع المدن الفرنسية بأهمية توقف الحيطة والحزر نظرا لتوقع هذه التظاهرات التي ستبدأ في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس أو حتى هنا في مدينة مرسليا نسأل الله السلام لكم خالد في هذه المظاهرات وبالتأكيد سنعود إليك إذا ما جد جديد حول ما يحدث من المظاهرات في فرنسا شكرا لك خالد شقير مراسل قهر الإخبارية من مرسليا أدى عضاء الحكومة اليونانية القدود اليمينة في القصر الرئاسي بحضور رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء كرياكوس متوسكاكس تم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة بعد نتائج التي حصل عليها حزب الديمقراطية الجديدة الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات الأوروبية وشملت الحكومة الجديدة 71 عضوا بينهم 9 وزراء قدود لوزارة الداخلية والتنمية والعمل هل جدوا في الحكومة اليونانية الجديدة ما هو هذا الجديد وما هو التغيير الذي حدث فيها عبدالستار بركات مرسل القهرة الإخبارية من أثناء أهلا بك عبدالستار كل عام وأنت بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى لو تضعنا بعقالة أهمية هذا التغيير وما الجديد في الحكومة اليونانية الجديدة تحياتي إليك رعد وكل عام وأنتم بخير انتخابات التاسع من يونيو انتخابات البرلمان الأوروبي كما قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس مستاكس كانت بمثابة محطة في الطريق ولكن هي في الأساس أيضا نقطة للانطلاق نحو الثلاث سنوات المقبلة ولذلك هو قال للوزراء في اجتماع صباح اليوم الوزراء القدد الحكومة الجديدة تتكون من واحد وستين عضو بينهم تسع أعضاء قدد وستة عشر وزيرا أدوا اليمين الدستورية أشير رعد إلى أن الحكومة هنا الوزير ونواب الوزير هم أعضاء أساسيين في الحكومة ويقومون بعمل الوزير عموما الرسالة التي وجهها مدشو تاكس قال أن المواطنين في هذه الانتخابات أرسلوا رسالة بطريقتهم الخاصة وطلبوا المزيد من العمل وأخطاء أقل ونتائج أكبر ولذلك هو غير في الأشخاص وقال أن تغيير الأشخاص لا يعني شيئا أكثر من أن نصبح أكثر انتاجية والوزراء القدد طبعا كما ذكرت هم وزراء التنمية الداخلية الزراعة العمل الهجرة واللقوء وقال أني لابد من مواقهة الغلاء ورسائل قوية للوزراء وقهها بتسريع تنفيذ الإصلاحات بما يخدم المواطنين نعم رعب نعم عبد السفر بركاته مراسل القهر الإخبارية شكرا جزيلا لك لوضعنا في تفاصيل الحكومة الجديدة اليونانية وبالتأكيد سنعود إذا ما قد قريد إذن مشاهدين انتهت قولة المراسلين في هذه الساعة لا يسعني إلا أن أشكر مجموعة المراسلين الذين كانوا معنا نقبة المراسلين من مختلف أنحاء العالم شكرا جزيلا لكم ونسأل الله لكم السلامة أشكر موصول لكم مشاهدين حتى نلقاكم تحياتي وتحياتي فريق العمل المتألق خلف الأضواء إلى اللقاء